بسم الله نبدأ دائماً وأبداً وبحمد الله ننتهي إن شاء الله أبنائي وبناتي الطلبة في كل مكان أهلاً بكم في لقاء جديد من لقاءات اللغة العربية مع الموضوع الثاني من الوحدة الثالثة وعنوانها جيش مصر المنتصر الموضوع ده موضوع قراءة وهو تكملة للموضوع الأول اللي أخذناه في هذه الوحدة وعنوانه طيار مقاتل مرة أخرى تعالوا نشوف مع بعض نواتج التعلم في هذا الموضوع بنقول في نهاية هذا الدرس يكون المتعلم قادراً على أن يحقق سلاسة أهداف هدف معرفي بنقول فيه يعرف بعض نمازج البطولة في جيشنا العظيم هدف وجداني بنقول فيه يشعر بالفخر والاعتزاز ببطولة رجال جيشنا العظاماء هدف مهاري وبنقول فيه يتحدث أمام الجميع عن مشاعر بطل القصة مضمون درسنا النهاردة يتناول الدرس خطة الشيخ راغب لعودة منتصر إلى أهله ودخوله المستشفى خمسة أشهر لاستعادة اتزانه النفسي وعودته إلى وحدته العسكرية التي وجد كثيراً من الأمور قد تغيرت بها واستعداده للسأر من العدو الغاصب والزئب القاتل تعالوا نشوف مع بعض عناصر درسنا النهاردة موضوع طيار مقاتل مرة أخرى بنتناوله في خمس عناصر العنصر الأول ترتيبات عودة منتصر العنصر الثاني وداع حار ووعد بالعودة العنصر الثالث عودة منتصر إلى الأهل الرابع استعادة منتصر اتزانه النفسي العنصر الخامس والأخير تطور وحدة منتصر القتالية تعالوا نشوف مع بعض عناصر درسنا النهاردة بالتفصيل العنصر الأول قلنا فيه ترتيبات عودة منتصر مضت عشرة أشهر على وجود منتصر مع البدو وزات مساء دخل الشيخ راغب إلى خيمة منتصر ألقى عليه السلام ثم قال له لقد تم ترتيب عودتك إلى الضفة الأخرى من القناة قال منتصر وهو في غاية اللهفة متى سيحدث ذلك يا شيخ راغب قال الشيخ مبتسما بعد ثلاثة أيام عندما يختفي القمر حتى لا يستدل علينا العدو بسهولة العنصر الثاني بالأول فيه وداع حار ووعد بالعودة كان هناك وداع حار بين الشيخ راغب ومنتصر قال الشيخ راغب كم يعز علينا فراقك يا بني وعليك أن تعد نفسك لتعود إلينا مرة أخرى وقد سأرت لبلدنا ولنفسك ولصديقك مجاهد أنا واسق أنكم ستعودون لطرد الأعداء من سينا قال منتصر وقد أغرورقت عينه بالدموع لن أنسى طوال حياتي ما فعلتمه معي وسوف نلتقي مرة أخرى يا شيخ راغب وقد تحررت سينا من دنس الأعداء العنصر التالت بنقول فيه عودة منتصر إلى الأهل صار منتصر بصحبة الدليل حتى وصل إلى نفق سري تقابل فيه مع أحد رجال الضفادع البشرية الذي كان معه ملابس أخرى ليرتديها منتصر كضفدع بشري وبدأ الإثنان السباحة وقبل شروق أول ضوء للصباح كان منتصر ورفيقه قد وصل إلى الشاطئ الآخر للقناة وقتها فقط أدرك منتصر أن رحلة العودة إلى سيناء قد بدأت بعد أن انتهت رحلة العودة إلى الأهل العنصر الرابع استعادت منتصر اتزانه النفسي قضى منتصر حوالي خمسة أشهر في مستشفى القوات المسلحة استعاد فيها اتزانه النفسي وأصبح أكثر استعدادا للعودة للخدمة مرة أخرى ليأخذ بسأله من الإثنين معا العدو الغاصب والزئب القاتل العنصر الخامس والأخير قلنا فيه تطور وحدة منتصر القتالية عندما عاد منتصر إلى وحدته القتالية وجد أمورا كثيرة قد تغيرت أصبح الجميع أكثر التزاما وأكثر جدية في التدريبات وتم إدخال تحسينات كثيرة على الطائرات تزيد من قدرتها الهجومية والمناورة وسرعة الالتفاف كما لفت انتباهه نبرة الثقة والإيمان التي يتحدث بها الجميع عن حقهم الذي لا بد أن يستردوه وعن نصرة الله لهم خمس سنوات كاملة من التدريب الشاق المتواصل كان منتصر يشعر في كل يوم منها أن روح الانتصار تملأه وأنه سيلقى الشيخ راغب قريبا وسيأخذ بسأره تعالوا نشوف الموضوع كلمة مضت كلمة مضت بمعنى انقضت ومضادها استمرت كلمة القناة المراد أو المقصود بها هنا هي قناة السويس القنوات كلمة الضفة هي الشاطئ أو الساحل وجمعها الضفاف اللهفة هي الشوق والتطلع ومضادها الفطور كلمة وداع بمعنى فراق وعكسها لقاء واستقبال كلمة سأرت بمعنى انتقمت ومضادها عفوت وسامحت اغرورقت بمعنى امتلأت ومضادها جفت تنس بمعنى قزارة ومضادها طهارة وجمعها أدناس كلمة استعادة بمعنى استرد ومضادها فقاد اتزانه أي هدوءه وسباته ومضادها اضطرابه كلمة الغاصب المراد المحتل والمعتدي جمعها الغاصب التزاما أي انضباطا ومضادها تسيبا وإهمالا المناورة أي المخادعة وجمعها المناورات يستردوه أي يسترجعوه ومضادها يفقدوه الشاق المراد الصعب تعالوا نشوف بقى مع بعض الموضوع بتاعنا في صورة سؤال وجواب السؤال الاول اللي قدامنا ما المدة التي قضاها منتصر بين البدو المدة التي قضاها منتصر بين البدو أيوة رب عليكم أقام بينهم عشرة أشهر كاملة طيب بما بشر الشيخ راغب منتصر وماذا كان رد فعله نشوف الإجابة مع بعض ونقول بشر الشيخ راغب منتصر بأن أخبره بأنه قد رتب لعودته إلى الضفة الأخرى من القناة وكان رد فعله اللي هو منتصر كان في غاية الشوق واللهفة لمعرفة موعد العودة نشوف السؤال اللي بعد كده بيقول لي ما الموعد الذي حدده الشيخ راغب ولماذا اختار هذا الموعد نشوف الإجابة مع بعض ونقول الموعد الذي حدده الشيخ راغب بعد سلاسة أيام عندما يختفي القمر طيب لماذا اختار هذا الموعد بالتحديد نشوف الإجابة مع بعض ونقول حتى لا يستدل العدو عليه بسهولة ماذا طلب الشيخ راغب من منتصر أثناء الوداع وبما وعده منتصر نشوف الإجابة مع بعض طلب الشيخ راغب من منتصر أثناء الوداع أن يعود مرة أخرى ليسأر لوطنه ولنفسه ولصديقه مجاهد طبعا كلنا فاكرين مجاهد مجاهد ده اللي هو ايه حصل معاه ايه برافو عليكم اللي أكله الزئب برافو طيب بما وعده منتصر وعده باللقاء بعد أن تتحرر سيناء من دنس العدو رفع عليكم طيب كيف وصل منتصر إلى الضفة الأخرى نشوف الإجابة مع بعض ونركز فيها أول حاجة هنقول أنه صار بصحبة دليل حتى وصل منتصر والدليل يعني إلى نفق سري هناك بقى قابل فيه أحد رجال الضفادع البشرية الذي أعطاه أعطى مين أعطى منتصر ملابس غوص وسبح معا دلوقتي مين بقى الاتنين اللي مع بعض منتصر ومين وأحد رجال الضفادع البشرية هما الاتنين سبحة معا إلى الشاطئ الآخر للقناة نشوف السؤال التالي كيف استعاد منتصر اتزانه النفسي الإجابة بنقول فيها استعاد منتصر اتزانه النفسي بعد أن قضى خمسة أشهر تشفل القوات الجوية حتى أصبح مستعدا للسقر من العدو الغاصب والزئب القاتل كم سنة قضاها منتصر في التدريبات وبما كان يشعر بعد ما منتصر بقى استعاد اتزانه النفس قعد يتدرب قد ايه بقى ورجع طيار بقى مقاتل مرة تانية نشوف الإجابة بنقول فيها قضى منتصر خمسة سنوات كاملة من التدريب الشاق المتواصل يعني فضل يتدرب في الجيش لمدة خمس سنوات فيما كان يشعر بقى كان يشعر ان روح الانتصار تملأه وانه سيلقى الشيخ راغبا قريبا وسيأخذ بسأره من العدو نشوف بقى مع بعض دلوقتي ملخص الدرس بتاعنا النهاردة تناول درسنا خطة الشيخ راغب لعودة منتصر الى اهله يبقى الشيخ راغب طول الفترة دي كان بيجهز علشان يعمل خطة محكمة يقدر زي ما بنقول كده يهرب بها منتصر من مين من الاعداء ليه علشان العدو ساعدتا في الوقت ده كان محتل سيناء طيب هنشوف مع بعض دخول منتصر للمستشفى ومكوسه بها لمدة خمسة اشهر لاستعادة التيرانه النفسية وعودة البطل منتصر بعد كده الى الوحدة العسكرية بتاعته اللي شاف بها تغيرات كبيرة جدا واخيرا الاستعداد للسقر من العدو الغاصب والزئب القاتل تعالوا نشوف مع بعض بقى مجموعة من التدريبات على هذا الموضوع نشوف مع بعض القطع اللي قدامنا دي نقراها كويس جدا وبنقول فيها كان هناك وداع حار بين الشيخ راغب ومنتصر قال الشيخ راغب كم يعز علينا فراقك يا بني وعليك أن تعد نفسك لتعود إلينا مرة أخرى وقد سأرت لبلدنا ولنفسك ولصديقك مجاهد أنا واثق أنكم ستعودون لطرد الأعداء من سيناء تعالوا نشوف السؤال الأول بيقول لي اختر الصواب مما بين القوسين النقطة الأولى بيقول لي مراد في كلمة تعد كلمة تعد معناها تحسب تحصي تراجع تجهز كلمة تعد اللي هي جاية في الفقرة فوق عليك أن تعد نفسك يبقى كلمة تعد بمعنى أيوة أحسنتم إجابة صحيحة تجهز طب النقطة اللي بعدها مضاد كلمة فراق ما معنى كلمة فراق حتى أعرف مضادها جميل جدا كم يعزوا علينا فراقك أي رحيلك يبقى كلمة فراق عكسها إيه اقتراب محبة لقاء تجمع نشوف الإجابة مع بعض أيوة أحسنتم كلمة فراق مضادها لقاء جميل طب النقطة اللي بعدها بيقول لي ماذا طلب الشيخ من منتصر أثناء الوداع الشيخ راغب طلب من منتصر إيه بطل القصة بتاعتنا نشوف الإجابة مع بعض الإجابة نستخرجها من القطعة بتاعتنا طلب منه أن يجهز نفسه ليعود مرة أخرى ويسأر لبلده ونفسه وصديقه مجاهد تمام يبقى دا طلب طلبه منه الشيخ راغب يقول له خلاص بقى مش تروح بقى بلدك وتنسى سيناء لا لازم ترجع وتعود للأخذ بالثار طيب في نقطة تانية بنقول فيها بما عاهد منتصر الشيخ نشوف الإجابة مع بعض عاهد منتصر الشيخ راغب بالعودة مرة أخرى ولقائه في سيناء بعد طرد العدو منها يبقى هو وعده أنه هيرجع مرة تانية وهيقابله في سيناء بس إمتى بعد طرد العدو فبالسؤال الرقم دال هل كان الشيخ يثق في عودة منتصر ولماذا نشوف الإجابة مع بعض بنقول كان الشيخ يثق في عودة منتصر نعم ليه كان يثق بعودته تماما لأنه يثق في الجيش المصري يبقى ثقة الشيخ راغب في منتصر من ثقته في الجيش المصري بصفة عامة جميل جدا نشوف نشوف قطعة تانية أو سؤال آخر مجايبين في قطعة صغيرة بنقول فيها هذا منتصر حوالي خمسة أشهر في مستشفى القوات الجوية استعاد فيها اتزانه النفسي وأصبح أكثر استعدادا للعودة للخدمة مرة أخرى ليأخذ بسأره من الاثنين معا العدو الغاصد والزئب القاتل نشوف الأسئلة اللي جاية على هذه القطعة وبيقول لي ألف اختر الصواب مما بين القوسين النقطة الأولى فيها مراد في كلمة استعادة كلمة استعادة معنها إيه عادة أرجع استرد أوقع يا ترى مراد في هذه الكلمة رفع عليكم الإجابة أحسنتم استرد كما بنقول استعادة فيها اتزانه النفسي أي استرد اتزانه النفسي جميل جدا طب النقطة اللي بعدها مضاد كلمة يأخذ كلمة يأخذ عكسها إيه يستسلم يسلم يتناول يعطي جميل رفع عليكم طبعا دي سهلة جدا مش محتاجة تفكير كلمة يأخذ مضاد دها يعطي أحسنتم طيب جمع كلمة الغاصب العدو الغاصب كلمة الغاصب جمعها إيه الغاصبون الغصباء الغصيبون الغصب طبعا الغاصب والغاصب والغاصب أيوة أحسنتم الغاصبون جميل جدا طيب مفرد كلمة أشهر لما بيقول لي قضى خمسة أشهر كلمة أشهر نفردها إيه شهر شهير شهر شهرة طبعا دي واضحة جدا كلمة أشهر مفردها شهر جميل جدا تعالوا نشوف طيب سؤالين تانين عليها على نفس القطعة بيقول لي ما المدة التي قضاها منتصر بالمستشفى ولماذا نشوف الإجابة مع بعض ونقول قضى منتصر بالمستشفى خمسة أشهر كاملة ليه أعد المدة دي كلها نشوف الإجابة مع بعض بنقول لي يتعافى ويستعيد اتزانه النفسي بسبب ما لاقاه وشاهده في حرب 1967 في أثناء هذه الحرب طبعا كلنا فاكرين القصة اللي فات لما كان منتصر وصاحبه مجاهد في الطائرة وفي سنة 1967 لما هجمت إسرائيل على سيناء واحتلتها الطائرة بتاعت منتصر ومجاهد وقعت صديقه مجاهد أكله الزئد وفضل بقى منتصر مع البدو لمدة عشر شهور كل دي عملت له خلل في تفكيره وخلل في شخصيته لغاية ما قدروا استعاد اتزانه النفسي بعد خمس شهور السؤال الرقم جيم لماذا تمنى منتصر العودة مسرعا إلى سيناء بصي بقى معي الإجابة ليأخذ بسأره من العدو الغاصب والزئب القاتل بكده تنتهي حصتنا النهاردة إن شاء الله نلتقي على خير دائما وأترككم في رعاية الله وأمنه وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه ترجمة نانسي قنقر